مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو سمودي هذا نهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة المهمة مهمة بزاف ديال ضرورة فصل أو فرز دكور من الانات في بعد الفيطان هاد بعد الفيطان غادي اه هاد باحنا ناخدوه مثال هاد الاخلفة هادي اني هم كانوا ربعات الخلفات هادو وهادو هم ربعات الامهات ليعطاوني هاد هالنتيجة شديد دبا مني داز في العمر شهر ونص بالضبط يعني بعد الفيطان هما قلسوا معامهم شهر انايا قلسوا عندي 15 يوم فهد العمر هادا الى لحظة معايا اش كي يبال لكم فهد في هاد الخلفة واش كي يبال لكم فهد الخلفة ان الحجم ديال هاد الصغار هادو ماشي هو الحجم ديال هاد الصغار هادا رغم انهم رامخوت يعني هادو هادو رامخوت السر اشنا هو وهو ان هادو راني قلبتهم دكور الاختلاف في العجم علاش كانت منفرزوا بيناتهم ماشي لانهم غادي تزاوجونا ولا شي حاجة لا كين واحد السر يعني هادا سر يعني شخصي يعني كنخدم بيه يعني مني الراس يعني ماشي وراه لي شي واحد انتم ماشي باك الله كي يبال لكم الدكور كين الاختلاف في العجم هاد السر هو انه في من بعد شهر ونص الارانيب الدكور كيبقوا يسمانوا وضغير كيبقوا يكباروا وضغير اما الايناث كيبقوا واحد الواتيرة غاديا تاكي وصلوا لشهرين شهرين ونص عاد كيبدوا يسمانوتهم يعني كيبدا الحجم ديالهم كيبدا كبار علاش فرقص بيناتهم باش نتحكم لهم في الاكل يعني الاينات بغيتوا انكم تسمنوهم كذلك بغيتوا انكم تديروهم يعني كامهات عاوتيني كين الطريقة ديالهم يلا مشيتوا بغيتوا تسمنوهم الكيمية اللي غادي تعطيهو الدكور مثلا غا تعطيهم اه جوج خطرات فالنهار مثلا بنفس يعني المقياس احنا مقولوا مثلا مقياس كهذا مثلا مثلا هاد عطيتهم لهم عامر مثلا اه وفيه الدورة الدورة مغربلة هني سبقت اهضرت على هاد الدورة المغربلة اه هاد الكيمية اللي غا تعطيهو الهادو حاني نقولوا اه ممكن انكم تقسموا هاده 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 اللي كاز هاده على ثلاثة مثلا تاخدوا ثلاثة ديال اقسم القسم اللي اول قد يديرو فيه الدكورة الدكورة ممكن تعطيهم غيج ووج حفنات ممكن انهم كيبانونكم كيسمانو كيكبارو دغيال لان فيزيولوجيا ديال ديال الدكر ماشي هي ديال الانتة سمحان الله الانتة ممكن انكم انتوما بغين تاخدوا واحد الانتة مثلا ديال اه اه واحد النوع من الامه هاده مثلا واحد الام انتوما عاجباكم مثلا معدبتكمش في اه في اه يعني في الولاده غده يسعقلوا على على صغار ديالها الضغاو تقسيم الانتين ها قد عطيهم ثلاثة مرات فمثلا دكورة اقتيكة غيج مرات اه 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 الصغار اللي هاده يديروهم غي solution ما ماشي اسمن الامات اللي هاده يديروهم اه ا بشي牙 الولدو يعني هاده تخليهم عندكم سوف أعطيهم مثل هم مثل الضكور جوج من رأس أما واحد النوع من الإينات في القسم الثالث سوف يديرهم هنا مثلا هذو تشدهم و سوف تفرزهم مثلا هذا 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 هذو هم الأمهات سوف تجعلهم هنا سوف أعطيهم كيف هم كيف الضكور لماذا؟ لأن الضكور سوف يكبرون دغا هذا كل البيع الإينات اللي كان هنا سوف تجعلهم كيف يولدهم سوف تجعلهم صافراء كيف لا يريد كل حجم ديالهم ماشي مشكلة أما القسم الثالث هو تسمين تسمين ديال الصغار ديال نتوات هما صغار نتوات ولكن في نص الوقت نتو ما بغيين تبيعوهم لأن الأمهات ديالهم ما صالحينش ما عدموكم في الولادة شوفوا القسم الثالث اسم هو هو الإينات الصغار من أجل التسمين من أجل البيع ماشي من أجل الكسيبة هادو غتعطيهم ثلاثة مرات الماكلة ديالهم هتكون ثلاثة مرات مثلا الضكور جوج خطرات كيكبروا يعني الفيزيولوجي ديالهم كتكبر ضغية ضغية ماشي مشكي القسم الثاني فيه أمهات اللي غدي تخليهم على حساب الكسيبة اللي غدي ولده هادو غتعطيهم متل هم متل الضكور الصغار أما القسم الثالث هو اللي فيه الإينات اللي انتوما ديالهم من أجل التسمين اللي انتوما الامهات ديالهم ما عاجبينكم ماشي تحسوا بهم الولادة ديالهم ماشية هاديك وما ما كيكي معدبينكم ما كيكي معدبين من الأمهات تتال الصغار ديالهم كي يخرجو بحالهم مين تشوفوا هادو هادو القسم الثالث كتو كتعطيهم لهادا المجموعة ديال الكسيبة كتعطيهم جوج مراس يعني جوج وجبات الدكور كتعطيهم جوج وجبات بالنسبة الهادا الاينات القسم الثالث ديالتسمين كتعطيهم ثلاثة الوجبات علش باش يستمانوا ضغية ضغية يعني ماشي بحال الدكور. الدكور را كتعطيهم غيجو جوجبات كيسمانو دغية دغية. اما بالنسبة القيسم الثالث غادي تديرو الوجبات ثلاثة المرات باش بحرا يوليولكو بحال الدكور. اما هادو ديال الكسيبة هادو قتخلي مغي باش يعيشو. تاكيكبرو عاد باش كيشدو الصحة ديانهم وكيكتعطلو فيهم كيولو. دبا نظن انني هي فكرة صعيبة ش شوية ولكن حاولوا انكم تعودوا الفيديو وتفهموني اش نو بغيت نقول لكم. را موضوع مهم ومهم بزاف يعني كيفاش كيفية تقسيم ديال الصغار الارانيب وكميات الاكل. را موضوع مهم بالنسبة للتربية ديال الارانيب. اذا الحلقة ديالنا هي هذه اللي ما فهم شي حاجة او بغيت شي شي توضيح انا على الاشارة. كنشكركم على التعليق الطيبة ديالكم. حركوا الاصبع ديالكم التحت. وتكيوا لزير الجام. تنسوناش بالزير الجام. وتكيوا لزير الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله. ترجمة نانسي قنقر